هرجع على المسألة بقى بتاعة التنمر لان ده كان كلام على المدرسة وما الى ذلك مسألة التنمر دي انا مسمعتهاش كمصطلح انا ممكن اكون مقصر بس مسمعتهاش مصطلح من سنتين ثلاثة ولاقي بقى يفطلال التنمر ومش عارف ايه وحاجات زي كده ومش عارف حملة الامم المتحدة للوقوف امام اول مكافحة التنمر زمان وانا صغير اكيد كان في تنمر انا استطيع الاعتراف ان انا كنت ولد متنمر جدا وكان بيتم التنمر بها لان انا كان كنت مقلبة ذكورة بطيخة ماشي على الارض حاجة طيب ايه سر ورا ان احنا مكناش بنسمع عنه او تقريبا ما نتعاملش معاك مان لو حصل وانه خلالك كم سنة الاخر دول يعني قلتلي في الفصل لا ده بقى لنا يجي عشر سنين بنتعامل مع المشكلة دي طب ليه من عشر سنين بس ليه مش من اربعين سنة لما انا كنت لسه صغير وبتنمره هو بتهيال ان هو كان موجود بس برضو ما يتهياليش انه كان موجود بالطريقة دي يعني فكرة الانفتاح على العالم الخارجي وان احنا بقينا بنشوف الوحش زي ما بنشوف الحلو زي ما كنا بنقول انه غير في الافكار بتاعتنا وفي الاخلاقيات بتاعتنا اه طبعا اكيد كان زمان في تنمر وكانت ناس بتضرب بعض وتتريق على بعض بس مش بالعمق او بالقوة اللي حصلها في الفترة بتاعت اخر كم سنة دي وبردو هنرجعها ان في جزء منها طبعا لي علاقة برضو بسوشيال ميديا انه لما حد بيتنمر على حد اه بيعرف يقول للناس انا تنمرت على الشخص ده انا قوي طبعا ده يعني زي ما كنت بقولك انه لا احنا بقى انا بتاع عشر اتناشر سنة المدارس بتتكلم على البولينج على التنمر بس اللي جد بقى اللي هو السايبر بولينج بقى التنمر الالكتروني ان احنا بقينا بنتكلم على اي حد واحنا في بيتنا احنا مش متكلم بس ان اتنين مع بعض في فصل فيه شكل ما بينه احنا انا في بيتي وبكرم على اي حد في البلد ممكن اتنمر عليه وممكن احطمه يعني اكيد انت شفت في الفترة الاخرانية يعني انا ساعات كتير قوي الممثلين والناس المشهورة بيصعبوا علي يعني هو ليه الناس بتعمل كده يعني ليه التعليقات بتبقى عاملة كده يعني كسبت ايه لما اهنته في التعليق هو طبعا اكيد اتعود ومش فارق معي بس انت كسبت ايه او ما تعودش او ده بيدر امه وابوه ومراته وولاده يعني بيقروا الكلام ده فاكيد بيتدايقوا حتى لو هو قال يقول ايه سبكوا منهم بس الناس دي اللي حواليه اصدقاءه ممكن يتدايقولوا يعني هو زي ما بيقولك كده مشكلة الرحمة اللي راحت شوية من المجتمع المصري مؤخرا بقى فيه مشكلة احنا حتى دايما نقول للامهات اللي عندهم ولاد صغيرين علموا ولادكم يبقوا عندهم رحمة انا لو عندي رحمة مش هقزي اللي قدامي او مش بقى موضوع ضربة او مش ضرب لا مش هقزي نفسيا هو ممكن القزية هتبقى النفسية اسوأ بكتير من الضرب فاحنا لو دخلنا بس جوه الجيل الجديد ده شوية تقييم للامور اخلاقيات رحمة الدنيا هتبقى افضل كتير طب المتنمر بي بيتنمر برضو يعني انا كتير كان بيتم التنمر بي على فكرة ان انا مقلبس تخين كرة وفي نفس وقت انا كمان كنت متنمر بمثلا حد مش عارف كان زمان في كده نظرات بتتلبس ليها سلسلة فكنت اشده من سلسلة مش عارف كرافات بالاستك فاشده من الكرافات يعني كنت وقت غلس مقدرش رانكر يعني بس مكنتش بيعمل ده من باب انه في ناس انا هي بتتنمر بي غتيت انا اقدر اتفاهم ده بس انا عايز ارجع على بتاعت طفل صغير او طفلة صغيرة يتم التنمر بيهم هما لما هيكبروا ويصلوا الى اي شكل من اشكال القوة هما كمان هيتحولوا المتنمرين وهل ده بالضرورة ولا لأ؟ لا مش بالضرورة بسراحة يعني انا في مكان شغلي يعني او في عياتي انا في اوقات كتير قوي بيجيلي حد عنده تلاتين اربعين سنة وجاية تتكلم معي على حصلها ايه وهي صغيرة وازاي تم التنمر بها وانا دي لغاية دلوقتي تحكيني مسلا انا في تلتة بتدائي تقلي كزا وعندها حاجة اربعين سنة وفي ربعة بتدائي تقلي مرة كزا مش لازم يكون درب وده مأثر على ثقتي بنفسي من ساعتها والشخص ده للأسف بيبتدي يحصل له اضطرابات في الشخصية مع تكوين شخصيته تكوين الشخصية مبقاش وقت الطفولة بيبتدي عند سن 16 ل18 فلو التنمر كان مستمر لغاية تكوين شخصية الشخص ده اه مع بداية المراهقة مع يعني ما حدش واخد باله اغلبيتهم بيطلعوا عندهم عرضة للترباط الشخصية عندهم عرضة للاجتئاب عندهم عرضة للألق ناس كتيرة قوي بيجي لهم امراض ألق وتوتر بسبب ان كانوا هم صغيرين عندهم تنمر الناس اللي عندهم مشاكل في الاكل وبيخصوا وكده كلهم كانت وخانوا هم صغيرين وكانوا بيتطريعوا عليهم فالحمد لله ان انت طلعت من القصة ما تلاعتش رفاية وعندك أنوريكسية كويس بسبب على الوقت اول مبارجعة بطل دايت وتلاقي الاوزان بتضرب على طول يعني بس يعني عددت من مرحلة الخطر خلاص لكن هو ده فعلا سبب لي مشكلة سبب لي حقدة لاما ان انا استحالة وازن يزيد لازم وهتلاقي عندك مشكلة مع ولادك انك انت مهتم جدا ان محدش فيهم وازن يزيد لانك مش عايز تعرضهم للي انت تعرضت اي طفل بشوف ولادي ولاد أختي قريبية ولاد بطل اكل رز ما تاكلش عيش ما تاكلش سكر هو طبعا يعني ده مش دايما بيبقى تأثيري جالي محمود وقف عيش محمود وقف كارب حاجات زي كده يعني او مش دايما بيبقى فكرة الوردرز دي بتجيب نتيجة بس مهم ان احنا نعمل بالانس يعني نعمل توازن ما بين ان احنا ندي ارشاد للطفل انه يأكل بطريقة صحية وان انا ما بقاش بنتقد بطريقة مبالغ فيها فانا بعمله تنمر بقى يعني من كتر ما خايف عليه انا اللي بأثر فيه نفسيا يعني ممكن يبقى غرضي ده اللي هو غرض نبيل يعني انا خايف عليه فبقى مارسه بطريقة غلط فيقدي الى مشكلة كمان اكبر احنا دايما بنقول الام المهملة زي بالضبط الام المهتمة بطريقة مبالغ فيها الاتنين بيأثروا بطريقة سلبية على الطفل يعني على قد ما الام بتحسس ابنها ان انا مش مهتمة بيك وانت مش مهم خالص في حياتي والولد ده بيحصل له مشاكل نفسية ازاي زي بالضبط الام اللي طول النهار مركزة مع ابنها وبتديله كومانس وبتديله يعني بتقيم تصرفاته عايزة احسن واحد في الدنيا اه ما بتعرضوش لاي يعني اه ظروف تخليه يتحط في خطر او في ضغط وده برضو الوفر بروتكشن ده بيخلي الولد ده يطلع مش متزن انت لازم تسيب ابنك ساعات يجرب حاجات ويتوجع سنة مش هيحصل حاجة لكن طول ما انا خايف عليه وحطه جوه السيف زون دي بيتأثر بعد كده في شخصيته